السلام عليكم مشاهدين الكرام أول شيء نبي نشكر كل الناس اللي تدعم فيها على اليوتيوب أخرى الآن نحن ديركم فيديو تحليل معادلات الفرق بين المربعين نعطيكم طريقة سهلة جدا هتحاولوا تتبعوها في فيديوهات ندير فيهم بالانجليسي ممكن بعض الطلبة يدري تتبعوهم لأن الرياضيات يعني لغة لغة كل العالم هاي بكر الله طبعا تحليل الفرق بين المربعين سهل جدا نعطيكم الطريقة في الأول ثلاثة الأسئلة لبعد السؤال الأول شكلهم أوعر شوية لكن نفس الطريقة تستعملوها شنو تديرو تفتحوا قوسين واحد تديروه موجب وواحد تديروه سالب تاخدوا الجدر التربيعي متعصين تربيع ولهذا جدر التربيعي متعصين تربيع عبارة عن جدر التربيعي تربيعي يكنصل أو ينحي التربيع تكتبوه سين هنا وسين في الخوسين الثانيين بعدين جدر الرقم هذا كذلك تديرو الجدر التربيعي متعصين ستة وثلاثين والهوة يعطيك ستة تكتبو ستة هنا وستة هنا نفس الطريقة نبتحوا قوسين مش مهم أما واحد زايد وأما واحد طرح الآن شنو الجدر التربيعي متعصين تربيع التسعة الجدر التربيعي متعصين تربيع سين نكتبوهما هنا وهنا والجدر التربيعي متعصين 49 صاد تربيع اللي هو 7 صاد نكتبوهما هنا وهنا هذه هي طريقة تحليل معادلات الفرق بين المربعين طيب في لي يجي لي هادي ويقول هادي فيها كسور كيف نديروها نفس الطريقة أفتح قوسين واحد موجب وواحد سالب الجدر التربيع متى سين تربيع اللي هو السين وجدر التربيع متى خمسة وعشرين اللي هو خمسة اكتبوهم بالقوسين في بداية القوسين وبعدين الجدر التربيع متى اربعة على واحد وتمانين تاخذ الجدر التربيع متى اربعة يعطيكم اثنين والجدر التربيع متى واحد وتمانين يعطيكم تسعة ولهذا هذه الإجابة هادي شكلها غريب شوية مش زي هما المألوفات ولكن نفس الطريقة ممكن أني بنبدأ ب قوسين مربعين بدل من النوع الثاني أعلاش باش نميز هادي على الأخرات تواش نديرو نشوفوك هذا كشي واحد يعني ما نشوفولوه شي كاثنين سين ناقص واحد نشوفونا هذا شي واحد ومربع الجدر التربيع متى هذا كله الجدر التربيع شنه يديري يكنسل التربيع لهنه والهذا شو بتصير خليه نكتبه ناقص وزايد زي ما قلنا هادي البداية الآن الجدر التربيعي متى 2 سين ناقص واحد تربيع عبارة عن 2 سين ناقص واحد الجدر التربيع ينطر التربيع بس نكتبوهم هني وهني ينصين ناقص واحد وبعدين الجدر التربيع متى 64 اللي هو 8 و8 نكتبوهم هني وهني طبعا هادي شو بتديرو لها بتقولو 2 سين ناقص تسعة لانه سالب واحد سالب واحد ناقص 8 ناقص تسعة وهني بتصير 2 سين ناقص واحد زايد 8 ثانية ساوي سبعة موجب وهكذا كيف انحللوا معادلات الفرق بين المربعين لولا سهلة جدا بعض الطلبة يجدوا صعوبات في اللي درتم لخيراتهم ماهو خصوصا رقم 4 ولكن لو تتبعوا نفس الطريقة بتاع الجدر التربيعي هتلقوهم سهلات جدا مرة ثانية شكرا على مشاهدتكم ما تنسوش ان اتعلقوا على الفيديو وديروا اشتراك وتشاركوا الفيديوهات امتاعي مع كل الطلبة بش يفهموا الرياضيات احسن وينشحوا في امتحاناتهم ان شاء الله ما تنسوش ديروا سبسكرايب شكرا الى لقاء اخر مع السلامة